بسم الله الرحمن الرحيم القرآن لم يحرف أيها الأحبة قام العلماء في جامعة برمينجهام بتحليل مخطوطة كتب عليها القرآن برسم عثماني جميل أو جزء من مخطوطة وتبين أنها تعود لزمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لبروفيسور ديفيد توماس أستاذ اللهوت إنني منصدم ومندهش جدا أن نجد جزءا من مخطوطة للقرآن كتبت قبل أكثر من 1370 سنة ميلادية على الأقل وهذا يعادل 1411 سنة هجرية يتابع إن هذه المخطوطة تؤكد أن القرآن كتب في زمن النبي الكريم وليس كما كنا نعتقد أنه تم تجميعه والإضافة عليه بعد وفاة النبي الكريم لقد استخدم الخبراء في الجامعة جامعة أكسفورد جهاز لتحليل عمر المخطوطات بواسطة الكربون المشاعة وتبين أيها الأحبة أن المخطوطة قد كتبت في الفترة من 568 إلى 645 ميلادية مع لالم أن فترة نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كانت من 610 إلى 632 ميلادية وهذا يعني أن المخطوط قد كتبه شخص عاصر النبي الكريم وعاش معه وجاءت مطابقة 100% للقرآن الذي بين أيدينا اليوم أي أن الله تعالى حفظ كتابه من التحريف ولذلك قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون صدق الله العظيم حتى يتبين لهم أنه الحق